عقل مولود بيتولد إبليس بيجدد لنا العداوة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إن ما فيش مولود بيتولد إلا وبينزل بيصرخ بيصرخ ليه لإن إبليس بينغزه في جنبه فعلشان كده دي العداوة اللي بيننا وبين إبليس إلا سيدنا عيسى عليه السلام ومن قبله أمه مريم مش معنى لإن أم مريم عليه السلام لما جات تضع ولما حملت بمريم عليه السلام قالت الدعاء المشهور اللي هو موجود في القرآن الكريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كل واحد دلوقتي قاعد بيقول لي طب إنت كويس إن أنت قلت لي إبليس أو الشيطان أو الجن عندهم قدرة يظهرون عندهم قدرة يتشكلوا في كل الأشكال حسنة كانت أو سيئة فيظهروا على شكل إنسان أو على شكل حيوان أو على شكل حية من الحيات علشان كده وحضرتك بتصلي مهما بلغ بيك الخشوع ومهما بلغ بيك الخضوع لله سبحانه وتعالى تلاقي إبليس يخشلك جن مخصوص أو شيطان مخصوص في الصلاة مهمته يخرجك عن الخشوع مهمته إن أنت ما تكملش الصلاة وأنت مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى لازم يخرجك من الحتة دي شيطان مخصوص للكلام ده أي والله شيطان مخصوص للموضوع ده يفكرك بالمدير اللي مزع عليك يفكرك بالمرتب اللي متأخر يفكرك بالحوافز اللي لسه هتنزل يفكرك بالفلوس اللي ليك يفكرك بالفلوس اللي عليك يفكرك بالمشكلة مع زوجتك يفكرك إن أنت مزع على أبوك يفكرك بأي حاجة المهم إن أنت ما تكملش في الخشوع بتاعك هو ده يا عم الشيخ أكيد قلت إيمان مننا أكيد ضعف إيمان مننا لا ده وظيفته هو هو الشيطان ده وظيفته دي مش معايا وأنا معاك بس ده مع سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبعدين لعب معاه إبليس كده علشان يخرجوا من خشوعه في الصلاة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خنقوا حتى وجد برض لسانه على إيد النبي صلى الله عليه وسلم معنى كده نريء سال على إيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي بيقول للصحابة كنت هربطه لكم هنا في العمود ده علشان الصبح الصبيان بتوعكم الصغيرين يلعبوا به غير عني تذكرت دعوة أخي سليمان فاكل سيدنا سليمان قال إيه هفكرك بعد ما تصلي على الحبيب سيدنا سليمان قال رب اغفل لي وعب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب علشان كده سيدنا النبي المؤدب لما افتكر صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا سليمان رفض إنه هو يربط الشيطان اللي كان بيثوره في الصلاة وأطلقه